اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة وأعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية السودان الشقيقة مؤكدا حرص المملكة على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي والتنسيق المشترك لكل ما فيه الخير والنفع للبلدين والشعبين الشقيقين والشعوب العربية كافة معبرا جلالته عن خلص تمنيته لفخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالتوفيق والسداد في الجهود التي يقوم بها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني للسلام والاستقرار والنماء والازدهار من جانبه شكر فخامة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان جلالة الملك المعظم على ما تحظى به علاقات الأخوة الوثيقة بين البلدين الشقيقين من عناية ودعم من جلالة الملك المعظم وما تشهده على الدوام من تطور ونماء في مختلف المجالات لما من شأنه تعزيز التعاون المشترك والارتقاء به إلى أفاق أشمل متمنيا لجلالة الملك المعظم موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها مزيدا من التقدم والرقي والازدهار ترجمة نانسي قنقر